اشتركوا في القناة في wordpress طبعا كتبنا wordpress وكتبنا php طبعا كتبناها كلنا وفهمنا الجزئية دي والحطة دي بتتكلم عن ايه والحطة دي بتتكلم عن ايه تمام هتبقى الموضوع سهل شوية ان احنا نخش على css ونبدأ نحاول ان احنا نشكل القالب بتاعنا زي ما احنا عايزين بالزبط هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله طبعا هو ده القالب بتاعنا احنا لسه ما عملناش في اي حاج خالص لو رحنا على الباكيند او لوحة التحكم بتاعتنا وبعد كده رحنا على المظهر قوائم طبعا انا عامل القائمة النافكيشن بتاعتنا طبعا احنا عملناها مع بعض في wordpress للمبتدئين فمش لازم نعملها تاني طبعا الروابط الحقيقة والحقيقة دي البيجز اللي هي الصفحات بتاعتنا طبعا انا غيرت الاسامي بتاعتها وبعد كده اضفتها للمظهر جيت على القوائم طبعا جيت عملت هنا check check وبعد كده اضف للقائمة وبعد كده روابط مخصصة طبعا اكتبت اسم الموقع بتاع اللي هو arabic html وهنا كتبت النص اللي هو موقعي وبعد كده عملت اضف للقائمة على اساس يبقى احنا كده القائمة بتاعتنا وطبعا اخترت من هنا القائمة وبعد كده قلت ايه حفز القائمة وحفز وبعد كده القائمة بتاعتنا جيد تمام احنا لو روحنا لوقت على text editor بتاعنا وبدأنا على اساس ان احنا هنكتب السي اساس بتاعتنا بس قبل ما نكتب السي اساس احنا كنا عاملين add import لفعلين اللي هو normalize.css و main.css طبعا احنا مش هناخدهم مش هنركز فيهم جامل بس تعالوا على اساس ان احنا نبص دول بيعملوا ايه لو بصنا للnormalize.css ده ال reset بتاعنا اللي هو واخد كل حاجة من اضاف لنا كل حاجة للبراوزرات القديمة والحاجات دي كلها مثلا زي مثال article aside الحاجات دي كلها دي ال html5 طبعا internet explorer فيه صعوبة في ان هو يقرأ الحاجات دي كلها فطبعا هو ايه لكنه اللي هو 6 و 7 و 8 و 9 وفيرفوكس اللي هو القديم 3 كل حاجة ما عمل لها display block ومش هعرف ايه audio canvas مش هعرف ايه كلام ده ايه ديس بلاي ايه ديس بلاي ايه ان لين بلوك مش هعرف ديس بلاي طبعا ده للإنترنت إكسبلورة والحاجات دي كلها لو نزلنا تحت HTML مددلوا الفونت سايز بس الهد بتاعنا كل هد واخد فونت سايز معين واخد مرجن معين طبعا الحاجات دي احنا ممكن قدام ان احنا نغير فيها والكلام ده كله المارك البري اللي هو الكود اللي احنا بنكتبه جوا بس احنا ممكن نبص بقى الحاجات دي كلها كل حاجة براحتنا البوردر دي طبعا البوردر عشان إنترنت إكسبلورة بدل ما نقعد نكتبها الفجر اللي هو للصورة برضو الامج بتاعتنا بس ل HTML5 طبعا مديها الحاجات دي كلها المرجن بتاعها والفورم والحاجات دي كلها طبعا كل واحد طبعا احنا بنبص بس بندي نظرة سريعة هو كاتب لنا ايه والكلام ده كله للريسات ودي حاجة كويسة منه دي حاجة ما احنا مش هنغيرها هنيجي على المين دي طبعا دي حاجة براحتنا جدا دي حاجة احنا ممكن نغيرها ممكن نشيلها ممكن نشيل الفايل ده خالص لو احنا مش عايزينه بس احنا هنسيبه على الساس ان احنا كده ولا كده احنا هنكتب كل حاجة براحتنا قدام طبعا هنا مديله البادي والفونت سايز الكلام ده كله هنا سيلاكشن اللي هو البيجرون سيلاكشن اللي هو لو جينا هنا عملنا سيلاكشن بيدينا اللون الازرق طبعا احنا لو هنا غيرنا اللون بتاعنا ودينا له مثلا اي لون مثلا زي هنا اسود وهنا دينا له الاسود وعملنا كنترول اس وجينا هنا عملنا ريفراش وجينا نعمل سيلاكشن هتلاقي كل حاجة جايلنا اسود فهي دي طبعا كل واحد عايز يغير السيلاكشن بتاعه لللون اللي يعجبه دي حاجة براحتك انت ودي طبعا الامج مش عارف ايه التكست كلام ده كله طبعا هنا المفروض ان احنا نبدأ نكتب هنا بس احنا هنسيب الجزئي دي لان احنا طبعا عايزين نعمل فايل جديد وهنيجي على الهيلبر كلاسس طبعا الهيلبر كلاسس هنا الار طبعا احنا هنبص عليها النهاردة ان شاء الله لما نيجي نبص على اللوجو طبعا الار بتاعتنا اللي هو زي بيشلك التكست خالص الbackground color transparent border zero overflow hidden text ended طبعا احنا كنا بنكتبها كده بس وبعد كده الار مش عارف ايه الكونتنط طبعا ما فيش حاجة display block هي دي الكلاس اللي احنا هنركز عليه وفيه كلاس تاني طبعا hidden و visible دي براحتك يبقى بص عليها ولو نزلنا تحت هنلاقي هنا الclear fix اللي هو زي clear post والكلام ده كله بس طبعا هنا عاملها لك طبعا بطريقة مبسطة اكتر على اساس ان انت ممكن تحط الكلاس على طول بدل ما تقعد كل شوية تكتبه هنشيل المين خالص وهنبدأ ننزل تحت خالص وهنبدأ نكتب طبعا هنا الامجز الصور بتاعتنا هنا الايكونز دي طبعا الايكونز القديمة اللي كانت محطوطة اصلا في بالور بلايت طبعا وهنا الامج بتاعتنا طبعا هي هنا من الظهرة الbackground بتاعتنا وده الفافيكون اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت وهنا طبعا اللوجو اللي احنا هنبص عليه المرات الجاية ان شاء الله وطبعا هنا وهنروح هنروح ندوس على style.css وهنقول باسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله وهنيجي هنا ونقول له عايزين البادي عايزين نقول له عايزين in background-image عايزين نديها الbackground بتاعتنا هنقول ال URL عايزين ال URL هنجيبها منين يبقى image img bg1.gif .gif بس كده وهنعمل ctrl s ولو رحنا عملنا اول refresh لنا هنلاقي هنا ان ال background بتاعتنا اجيت وطبعا هو ده الموقع الشكل الاخير خالص اللي احنا بنحاول ان احنا نوصله وطبعا احنا كده الحمد لله وصلنا لل background طبعا يعني احنا عملنا شغل جامد قوي وهنبدأ نشتغل بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله طبعا هنا احنا عملنا ال different كبير اللي شعل الموقع كله عملناه page page فطبعا page دي هنبدأ نلعب فيها وهنقول عايزين ال width عايزين ندلو 900 و60 pixel طبعا الحتة دي هنرجع لها تاني بس خليها معنا الوقتي هنقوله margin طبعا هنا هيبقى zero auto auto تمام وهننزل تحت هنقول البوزيشن بتاعه هيبقى relative على اساس ان بعد كده اي position absolute هتبقى سهلة لنا طبعا احنا اتكلمنا عن الحاجات دي كتير وهنديها هندي body هندي كل كل الجوانب خمسة بيكسل وهندي font the size طبعا احنا هنبدأ نغير في font size الوقتي هو كان مدينا بس احنا مش عاجبنا الموضوع ده فاحنا هنغيرها احنا هنخليها 16 بيكسل وهنخلي line height بتاعنا هنخليها 28 بيكسل تمام احنا عايزين نتكلم على نقطة مهمة جدا ان لو عملت الوقتي ctrl s وروحتي هنا عملت refresh هنلاقي هنا فعلا ان لو دوست F12 وجبت اللهم صلى عنه بي الفايرباك بتاعي وجيت هنا هو وجيت هنا هتلاقي هنا واخدلك طبعا الخط الاخضر الرفاية خالص ده اللي هو البرتقان اللي هو المارجن وهو وجوه هنا ده الموقع بتاعنا كله اللي احنا بدينا 960 بيكسل بس احنا لو جينا هنبدأ الوقت ان احنا نصغر الملف بتاعنا هنلاقي الملف بتاعنا ما بيصغرش لان طبعا هنا كل حاجة واخدالنا لان احنا قلنا عايزين الويت بتاعنا 960 لا احنا عايزين نصلح حاجة واحدة ونيجي هنا على الويت ونقول هنا ماكس داش ويت اللي هو عايزين الماكسيمون بتاعه 960 بس طبعا قابل ان هو يصغر لان طبعا الماكس يعني ده اكبر حاجة ليه 960 بس طبعا ايه بياخد من 0 لغاية 960 دي طبعا هنبدأ نتكلم عليها بعدين بس لو حاولنا ان احنا نصغر وزي ما انت شايف لو جينا صغرنا واحدة واحدة هتلاقي الكلام لوحده عمال بيخش الواحده بيخش الواحده بيخش الواحده على اساس ان احنا كل حاجة دخلة جوه البروزر بتاعنا يبقى احنا كده جبنا الماكس بتاعنا 960 وبعد كده نبقى احنا نبدأ نغير في كل حاجة هنخش بعد كده على الاتش جروب لان طبعا الاتش جروب احنا عاملن لها هنعمل لها style لوحده هنخش جوه وعايزين ايه وعايزين نقول هنا عايزين برضو الماكس ويت عايزين نقول ان احنا عايزينه 100% طبعا ال 960 اللي فوق يبقى الماكس ويت كله ال 100% اللي هو 960 كلهم مش عايزين اي حاجة تانية هنحط ccc وهننزل تحت وهنقول عايزين text-align عايزينها left كمان اخر حاجة هنقول عليها طبعا على اساس ان احنا هندي text-shadow هيبقى هنديله واحد بيكسل طبعا احنا هنرجع للنقطة دي تانية وعايزين نقول واحد بيكسل وهنا zero طبعا ده بياخد اللي هو جاي جاي من ناحية الشمال وده من ناحية اللي تحت وده طبعا زي مش عارف ولا مش عارف بس هو لو كلمنا عن الفوتوشوب وقلنا الشادو اللي هو زي softness كده اللي هو بيدي الشادو بيخليه تقيل او بيخليه اللي هو الشادو جاي جاي خفيف طيب تمام وهننزل هنا وهنقول عايزين عايزين اي تانية لا احنا مش عايزين اي حاجة تانية بس قبل ما نروح نعمل refresh هنيجي ناخد ال H group A اللي هي link card بتاعتنا وهنيجي هنا وهنقول عايزين text dash decoration وهنقول عايزين none تمام واخر حاجة عايزين برضو نديها color بتاعها هنديها هو هو نفس color بتاعنا ال hash mark وعي كده ccc وهنقول عايزين sum column بتاعتنا وهنروح هنا نعمل refresh طيب تمام هو مش مش جامد اوي بس احنا لو بصينا جامد لانا طبعا هو اتقل منه حاجة بسيطة طبعا هو مديله text shadow بتاعه مديهوله بس لو جينا بصينا هنلاقي text shadow جاي من جوا مهوش جاي من برة فعايزين ند text shadow من برة طبعا هنديله بنفس الشكل بتاعنا وطبعا احنا هنا ما كتبناش اللون لو كتبنا اللون وقلنا هنا 3 3 3 وسيفنا تاني وروحنا هنا وعملنا refresh تاني هنلاقي هنا مديله اللون بتاعه تمام بس هو مديهوله من برة زي ما احنا عارفين بس هنا احنا مديهوله shadow من جوا فهنعمل ايه احنا كل اللي علينا اللي احنا نيجي هنا وندي هنا ال dash اللي هو زي المن بتاعتنا يبقى احنا بنقوله ان احنا عايزين ال shadow بتاعنا هيبقى من جوا وزي ما انتم شايفين هنا shadow بتاعنا بقى من جوا تمام احنا كده هنبدأ نتكلم عن اول class في هنيجي هنا وعلى الheader بتاعنا لو جينا نزلنا هنا طبعا احنا عملنا ال H3 tag ومعرب wordpress basic template طبعا ندينه class logo اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه الوقتي بس قبل ما ندينه class logo هنيجي هنا هو ونخش جوا ونقوله عايزين class بتاعنا يبقى IR اللي هو هيشيل اي text طبعا هو text الوقتي مش هيتشال لانا طبعا لسه مش حطين في اي image بس اول ما هنحط image بتاعتنا هنلاقي التكست بتاعنا تشال ونقول هنا H group H3 tag اللي هو dot logo اللي هو class بتاعه logo عايزين نتكلم عليه ونقول background عايزين نيديله url بتاعته image slash img slash wp dash arab dot png تمام كده هننزل تحت ونديله برضو max with دي طبعا الارقام دي انا واخدها من photoshop لانا طبعا image بتاعتنا 300 العرض بتاعها في لو قلنا ان اللي احنا عايزين height يبقى height بتاعها 200 دي طبعا واخدنا برضو من photoshop ان photoshop طبعا ممكن يديلك l tool وال عرض position بتاعه هنديله position بتاعه absolute على اساس ان احنا عايزين نحط في مكان معين فهنقول top بتاعه هنطلعه فوق سين صغيرة هنقل 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 25 pixel وانا طبعا عايزين ننزل تحت ونقل هنا l right هنجيبه بس ناحية اليمين شوية كده هو هيبقى 20 pixel semicolon save هنروح ونعمل refresh هنلاقي ان التكست بتاعنا اختفى وطبعا عشان absolute احنا جبنا ناحية اليمين بس طبعا بعيد شوية 20 pixel لو جينا عملنا l firebug بتاعنا هنيجي هنا هنلاقي طبعا هو طلع فوق شوية طبعا لو عملت عليك الكيك ده هتجي للحاجات اللي احنا لسه بينها طبعا right بتاعه لو انتو اخدتوا بالكو فيه سنة صغيرة احنا جبناها ناحية اليمين وطبعا هنا احنا طلعناها فوق لانه المفتوض بيبقى تحت هنا في مكانه فطبعا الimage اخدت المكان ده كله فاحنا طلعناها فوق شوية تمام كده يبقى احنا كده خلصنا جزئية حلوة هنبدأ بعد كده نخش ان احنا عايزين نبدأ نخش بعد كده على ال navigation bar او القائمة بتاعتنا طبعا احنا اتكلمنا عن القائمة وتكلمنا عن لو جينا بصينا على الشغل اللي احنا بدأناها كذا مرة وكونا دايما بنقول ال list style none وبعد كده ال li float left الحاجات دي كلها هي دي الطريقة دي تمام دي مفقاش اي مشكلة بس هنحاول ان احنا نبص على طريقة تانية بس قبل ما نبتدي وهنقول عايزين nav بتاعتنا عشان عايزين نعمل style nav وهنقول هنا عايزين نقول clear post post تمام كده وعايزين نديها بعد كده ال box shadow طبعا زي text shadow بس طبعا دي بتيجي بتبقى لل text shadow اللي هي بتيجي لاي div اي image الحاجات دي كلها وهنيجي نقول عايزين هنا عايزين اتنين بيكسل واتنين بيكسل وزيرو وطبعا عشان احنا مش عايزين الرقم اللون بالزبط احنا عايزين نخففه فهنحطها RGB ليه لان احنا عايزين بعد كده هنحط A على اساس ان هي هتبقى الالفا الالفا ايو RGB تمام وهنفتح هنا لان احنا عايزين اللون الاسود طبعا اللون الاسود هيبقى zero comma zero comma zero طبعا دي zero 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 لو احنا كتبين RGB بس بس طبعا عشان احنا كتبين الA هناخدها zero dot 40% يعني احنا عايزين الوقتي 40% من اللون الاسود بتاعنا وااخد بس الجزء دي الRGB وهقول ctrl c لاننا طبعا عايزين ننزل تحت وهندي له background بتاعه هنقول الRGB برضو بس هنا هنخليها اخف شوية هنخليها 25% يبقى احنا حطينا background بتاعتنا اللون الاسود الخفيف 25% ومتقلينه بالشادو بتاعنا 40% ولو عملنا refresh F5 ctrl R هنلاقي هنا اللون بتاعنا هو الاسود الخفيف وبعد كده فيه الشادو بتاعه تمام هنيجي هنا نبدأ بقى نشتغل على شكل تاني للlist style هننسى خالص موضوع ال UL هنخش على طول هنقول المينو لان طبعا ال navigation احنا بدينها class menu وهنقول المينو L-I على طول وهنخش جهو وهنقول display inline block inline block وعايزين هنا هنديله البودين من جميع النواحي هتبقى 10 pixel وهننزل تحت وهنقول عايزين مش عايزين اي حاجة تاني هنخش بعد كده على المين A بتاعتنا يبقى هنقول dot menu ايه طبعا دي عايزين فيها حاجات كتير يبقى هنقول الله مصلى عن النبي وهنقول display block على اساس ان احنا برضو كل حاجة واخد هنا inline block طبعا دي احنا بنعمل لهم زي float left وبعد كده block اللي هو احنا بنديله زي البعودي السلاسي بتاعه اللي هو ممكن تعمله click كده يبقى واخد المربع بتاعه كامل هننزل تحت ونقول عايزين هنا line dash height عايزين 5 pixel 5 pixel وهننزل تحت ونقول هنا padding بس عايزين هيبقى فوق وتحت هيبقى 20 pixel ويمين وشمال هيبقى 10 pixel text dash decoration هنخليها none لان هنطبعا مش عايزين اي حاجة من هنديله color بتاعه هنحط ال hash mark بتاعتنا وهنقول عايزين اللون a 6 9 4 6 0 تمام كده هنحط ال semicolon وننزل تحت وعايزين a 2 وعايزين font dash size هنخلي كبير شوية هنخلي 24 pixel وهننزل تحت وعايزين a 2 وعايزين font dash weight هنخلي bold bold وننزل تحت وعايزين text dash align هنخلي center على اساس ان كل حاجة تبقى center واخر حاجة عايزين نخلص اللي هو text dash shadow shadow ده ده برضو عايزين ايه عايزين برضو minus 1 pixel على اساس ان احنا عايزين من جوه و minus 1 pixel وطبعا هنا 0 0 وبعد كده ال hash mark ونقول عايزين 3 3 3 قبل ما نطلع برا خالص هنكتب hover بتاعنا وهنا هنقول dot menu a column hover وهنفتح هنا ونقول احنا بس ان احنا كل اللي عايزين هنا هنغير اللون هنخلي اللون بتاعنا ابيض f f وهنا عايزين وعايزين نقول cursor على اساس ان برضو نبقى احنا كل حاجة بنسبان سهلة لو عاملنا ctrl s cursor ال pointer اللي هو برضو بيدي لك اليد طبعا هو اللينك هيدي لك اليد طبعا بس احنا بنزود التأكيد وبنزود كل حاجة ولو بصينا هنلاقي واخد اللون بتاعنا وجينا هنا من بعيد هنلاقي واخد اللينك بتاعنا عادي جدا وده لو جينا بصينا هنا هنلاقي هو هو نفس الشكل لل هيدر وال navigation bar بتاعتنا هو هو نفس الشكل بتاعنا مهوض صعب وخالص مفيش اي حاجة كانت صعبة لنا هنبدأ نتكلم على جزئية تانية لو روحنا هنا وقفلنا ده خالص وروحنا فتحنا بعد كده الاندكس طبعا الاندكس احنا بدأنا طبعا هنا الهيدر اللي احنا كنا اشتغلنا فيه الوقتي وهنا طبعا هنا السايد بار والفوتر دول طالعين طبعا برا ولو جين هنا هو اللي هو الديف كونتينر طبعا الديف كونتينر داخل جوه الديف الكبير اللي هو البيت اللي هو 960 تمام احنا لما نيجي نقسمه الوقتي على اساس ان احنا الوقتي عايزين كل حاجة تبقى ريسبونسوف طبعا احنا كلمنا عن ريسبونسوف براحتنا بس احنا قلنا ان احنا الماكس بتاعنا الرقم ده طبعا انت ممكن تصغر براحتك بس اكبر حاجة ما متعديش ال 960 بتاعنا تمام هنروح على ال كونتينر وهنقول dot كونتينر dot كونتينر عايزين ايه عايزين طبعا هنا هنقول برضو الماكس داش ويد عايزين هنا 64 وستين في المية 64 في المية من ايه لو قلنا كونترول اس وتلاقينا فوق تاني هنا البادي 960 بيكسل طيب هات 64 في المية من 960 بيكسل دول دول اعملهم للكونتينر بتاعي طبعا انا ممكن لو هنقسمها بقى وهنمسك الالحزب مش عارف انا قلت بلاش الاساس ان كل حاجة ما تبقى صعب قوي يبقى احنا عايزين 64 في المية من 960 على ما اعتقد ان هي مش صعبة عايزين نعمل لو فلويت write عايزين ايه تاني عايزين هنا البادي هندي لو البادي كله هندي لو 10 10 بيكسل 10 بيكسل هيبقى فوق 0 يمين 0 تحت 2 في المية الشمال طبعا احنا عايزين نفتكر ان احنا طبعا عندنا 100 في المية اللي هم 960 اخدنا منهم الوقتي 64 في المية واخدنا منهم كمان 2 في المية ناحية الشمال يبقى كده 66 يبقى احنا كده فضل لنا 34 هننزل تحت ونقول ان احنا عايزين نبدأ في الارتكل ان احنا لو دخلنا هنا واتكلمنا بعد كده طبعا احنا دخلنا بعد كده على الكنتينر بتاعنا وبعد كده الوقتي احنا دخلين الوقتي على الارتكل بتاعنا بس لو روحنا الاول وعملنا هنا refresh طبعا هنا هو واخد زي ما انت شايف الحجم بتاعه طبعا دي ما تلاعيتش فوق لان دي مش موضوعنا الوقتي وهنا ده الفوتر بتاعنا وهنا لو لاحظت هتلاقي هنا ان مش واخد الحجم كامل هو واخد الاربعة وستين في المية لو بدأنا فعلا نصغر هنلاقي هنا هو بيوصل لنقطة معينة وبيبدأ ينزل التكست بيبدأ ينزل تحت طبعا هنا احنا هنبدأ نرفع للسايد للأسايد 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 بالبار بتاعتنا القوامة الجانبية هنبدأ ناخدها فلويت ليفت بس طبعا لما نيجي نوصل لها وهنيجي هنا احنا هنكتب وهنقول عايزين نبدأ ونقول الارتكل سوري يا جماعة ونقول هنا الارتكل عايزين في الارتكل ايه احنا عايزين طبعا الويت بتاعه يبقى 100% المية في المية اللي هما واخدين كل مرة حاول ان انت تبص للرقم اللي فوقي على أساس ان انت ممكن تفهمه أكتر على أساس ان احنا هنا قلنا عايزين 100% اللي هما الاربعة وستين في المية كلهم عايزين المية في المية بتاعهم كلهم هنا احنا قلنا عايزين 100% العرض بتاعه عايزين نقول المرجن ده شتوب هنحاول ان احنا ننزله تحت شوية ونقول عايزين 30 بيكسل ينزل تحت شوية وهنا عايزين التاني وعايزين هنا البدنج يبقى 2% 2% وننزل تحت وعايزين التاني وعايزين طبعا هنا البوردر داش بوتم على اساس ان احنا تبقى كل ارتكل كل التدوين لها لها فصلة خالص يبقى 1 بيكسل هنخليها داش وهنا هنقول عايزين FFF اللي هو الابيض في حاجة تاني وهندي هنا ال color بتاعنا هندي له ال hash mark ونقول هنا 2 5 2 5 2 5 5 ونبص كده ونقول ctrl s ونبص مش شكل ده نبقى نبصلها بعدين حتى كمان الفوتر بتاعنا اطلع طبعا هنا كل تدوينة واخدة الداش بتاعها من تحت ودي واخدة الداش بتاعها تمام تمام لو جينا بصنا تحت الوقت ان فيه في اخر تدوينة برضو الداش دي احنا مش عايزانها يبقى هنيجي هنا هون ونقول الارتكل وعايزين نقول الكلوم ونقول last dash child اخر واحد خلص اخر واحد خلص ايه احنا عايزين البوردر dash bottom عايزينه none ونسايف ونروح نعمل رفريش تاني ولو جينا نزلنا بصينا تحت مش هنلاقي الداش بتاعنا وطبعا اهو لو جينا بصينا على التدوينة بتاعتنا الموقع بتاعنا اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل له بدأ يعمل كتبنا شوية حاجات مش كتير قوي وفي نفس الوقت بدأ يدينا منظر وبدأنا نبص على المنظر شكله عامل ازاي وطبعا احنا مش هنطول كده يبقى احنا كده بصينا على جزئية حلوة وهنبدأ ان شاء الله من الاول مرة جاية نبدأ نبص على الاجزاء التانية اه وبس كده خلاص نشوف كل مرة جاية يلا سلام يا عرب اشتركوا في القناة